وانطلاقاً من تواجد الأرندي حزبكم تواجد الأرندي في الأغلبية الرئاسية وفقاً للدستور فإننا نعمل مع إخواننا في حزب جبهة التحرير الوطني وفي حزب جبهة المستقبل ضمن الائتلاف وطني من أجل جزائر يهدف إلى تنسيق الرؤى والجعود المشتركة من أجل التنمية المحلية والوطنية ومن أجل خدمة المواطن الجزائري خاصة أن هذا الائتلاف يملك قوة تمثيلية تشكل الأغلبية في المجالس المنتخبة الوطنية والمجالس المنتخبة الحالية وعلى هذا الأساس ستعقد ندوة في الأسبوع القادم يوم 13 جوليا ستكون صمرة تتوج مسار النقاش حول مناهج وأساليب العمل المشترك بين الأحزاب الثلاث ومحطة مهمة في إثراء الحياة السياسية في بلادنا ودفعا قويا للاستقرار المؤسساتي والعمل المشترك لصالح الوطن والشعب الجزائري وندعو من جديد الجزائريين أبناء هذا الشعب الأبي ومن جالم التاريخ ومن جالم أهوالي بومدين المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية القادمة ونؤكد بأن التصويت ليس مجرد حق فقط بل هو واجب وطني نعبر به عن انتمائنا لهذا الوطن العزيز ونساهد به في بناء مؤسسات سياسية قوية ومستقرة ترجمة نانسي قنقر